وهذا اللسان هو سلطان الجوارح ولذلك تؤثمه الجوارح كلها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يومٍ إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان فتقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وإن الله سبحانه وتعالى حضَّنا على قول الخير والإحسان باللسان فقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى إلى أن من مداخل الشيطان العظيمة في النزغ بين الناس وتفريق قلوبهم وتفريق جماعتهم ما يصدر عن اللسان من الكلام فإنه مدخلٌ من مداخل الشيطان تحصل به الأذية وقد قال الشاعر جراحات السنان لها التآمٌ ولا يلتام ما شرح اللسان كما قال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فأمرهم أن يقولوا التي هي أحسن ولم يأمرهم أن يقولوا حسنا فقط كما في خطابه لأمم السابقة وقولوا للناس حسنا وكان ذلك في خطابه لبني إسرائيل أما خطابه لهذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت للناس فجاء بأفعل التفضيل فبنو إسرائيل قال لهم وقولوا للناس حسنا ونحن قال لنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فهنا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن من ضرورات الإيمان أن لا يقول الإنسان بلسانه إلا ما هو خير والخير كثيرٌ وأبوابه كثيرة فذكر الله وما والاه هو خير ما يشغل به الإنسان لسانه وخير ما يجد في صحيفته يوم القيامة فالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعاء والثناء على الله وحمده على آلائه التي لا تحصى هو الذي ينبغي أن يكثر منه الإنسان وأن يجده في صحيفته كثيرا يوم القيامة فطوبى لمن وجد في صحيفة عمله استغفارا كثيرا ترجمة نانسي قنقر